خلينا روح لنهارده لسات الرئيس استعب الوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني وهو نائب رئيس الوزراء في نفس التوقيت واعتقد انه الزيارة بتتزمن مع مئة عام قرن من الزمان على اول سفير إيطالي ييجي مصر واول سفير مصر يروح إيطالي يعني العلاقات الدبلوماسية بقالها بالزبط مئة سنة بقالها قرن فده هذه الزيارة زي ما حضر لكم شايفين زيارة وحضور السفير الإيطالي والسيد الرئيس والسيد سامع شوكري ووزير الخارجية طبعا الزيارة دي كانت بعد زيارة الوزير إلى وزارة خارجية ولقاءه مع سيد سامع شوكري ومؤتمر صحف ومشترك لكن النهاردة الحقيقة كان الكلام مع وزير خارجي الإيطالي تكلموا على العلاقات التجارية بين مصر وإيطاليا ومصر لمن لا يعرف هي إيطاليا لمن لا يعرف هي الشريك الأول في إلتحاد أوروبا لمصر من الناحات التجارية الشريك التجاري الأول في إلتحاد أوروبا هي إيطاليا خمسة مليار دولار تقريبا ومرشحة للزيادة أيضا إيطاليا هي سادس دولة شريك التجاري لمصر في العالم فبالتالي إيطاليا مهمة بالنسبة لمصر لذلك كان المخطط أنه يتم ضرب هذه العلاقة خلال الفترات الماضية لكن عمق العلاقة وفهم الجانبين لأهمية كل دولة للأخرى خاصة أن احنا الاثنين متشاطئين في البحر المتوسط وحوض البحر المتوسط وشرق المتوسط كمان وبيننا من المشروعات التنموية سواء الطاقة وغيره ما يجعل العلاقة قوية ومتينة وقادرة على مجابهة كل الأزمات اللي ممكن حد يفتعلها لضرب هذه العلاقة القوية خلينا أقول لحضراتكم النهاردة كان القعدة مع سيد الرئيس ووزير خارجات تكلموا في كل شيء لكن لفت نظري نقطة مهمة جدا هبدأ بها ملاحظاتي على هذا اللقاء بفكركوا تاني لقاء الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي بايدن في شرم الشيخ كان أول لقاء وفي بداية اللقاء لقينا سيد الرئيس بتكلم هو الرئيس اللي بتكلم عن حقوق الإنسان وقال أنا أنا بتكلم عن حقوق الإنسان احنا في مصر عملنا كذا وكذا وكذا وانا فاهم ان دي قضية بتشغل بال الجميع لكن احنا عندنا وعندنا وعندنا والرئيس شرح ملف حقوق الإنسان قبل ان يتحدث فيه الرئيس الأمريكي بايدن النهاردة وزير خرجاء الإيطالي كان موجود بالتأكيد النميمة السياسية وناس تكلم يقولوا بقى هيتكلموا على رجيني ولا مش هتكلموا على رجيني النهاردة رئيس التكلم يعني الرئيس السيسي هو اللي تكلم عن رجيني وقال ان احنا يعني ليس من مصلحة نصر طبعا ان تختفي الحقيقة احنا عايزين نظهر الحقيقة وعايزين ومتعاونين بشكل مطلق في هذا الإطار يعني من فتح قضية رجيني النهاردة لم يكن وزير خرجاء الإيطالي وانما الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم بشكل واضح جدا وقال حتى الرئيس فاجئ الوزير الإيطالي وقال له انه بنعمل يعني بنعمل في الموضوع للوصول إلى الحقيقة وبالنسبة لباتريك زاكي ده باتريك زاكي ده مواطن مصري لكن نكلم على الرجيني انه احنا بنعمل كل ما يمكن عمله الوصول إلى الحقيقة والرئيس طبعا طلب من وزير خرجاء الإيطالي المساعدة في تأهيل وتدريب المصريين وفيه وفد إيطالي برلماني هيج مصر قريب خلال فترة القادمة وفيه منتدى اقتصادي هيتعامل بين مصر وإيطاليا وفيه طبعا فيه توافق بين مصر وإيطاليا على الملف الليبي وضرورة عقد الانتخابات الليبية وطبعا كان فيه كلام الرجل بيشكر الرئيس وبيشكر مصر بيقول ان الرئيس سيسي ومصر بتتعامل مع الأقلية المسيحية بشكل فيه نوع من يعني السماحة ونوع من كذا الرئيس قال له لا قال له لا ما تقولش على المسيحيين الأقلية ده ده كلنا مصريين ما تفرقوش بيننا يعني لم يجي هو بيقول ده الرئيس السيسي بيروح في عيد الميلاد في الكاتدرائية والمسيحيين بيحظوا الأقلية المسيحية بتحظى بحقوقها في عهد الرئيس السيسي أو في مصر دلوقت بيسأل لا دول مصريين مش أقليه ما عندناش أقليات في مصر وبعدين ما لاش تفرقوا بيننا ده ككلام سيادة الرئيس مع وزير ده أهم الأمور يعني اللي جات مع الوزير الخارجية الإطالية التعاون النهاردة كان على التجارة والسمار زي مقتر حضراتكم التعاون الصناعي والمشترك ومجال أمن الطاقة خاصة مجال الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط والكلام كان عن الهجرة غير الشرعية ودور مصر المهم في هذا المدمار ترجمة نانسي قنقر